طلاب العزاء يعطيكم ألف عافية نستكمل هذا المشوار الذي بدأناه بحل الوزارية الآن إحنا حلينا وحدة أولى ثانية من الفصل الأول وحدة سادسة فصل ثانية واليوم إن شاء الله على الوحدة السابعة يعني بنصير تأمين وحدتين بوحدتين بإذن الله عز وجل إشي مفتخر يا ليقبكم بحبكم جدا مش عارف شو بدي أحكي بدي أحكي لكم اتذكروا أنه هذه المبادرة هي صدقة يعني هي صدقة جارية لكل طالب علم من طلابنا الغاليين علينا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بهذا العلم وينفع بكم جميعا وبتمنى في حال استفدت اعمل شهر اعمل من شهر خلي الطلاب تستفيد خلي الطلاب تسفح وتبدأ حبايبي اليونت 7 إحنا في عنا إذا راح تلاحظ معي في عنا قاعدتين في عنا قاعدة الانداريكت كوستشن وفي عنا قاعدة الامبيرسون الفاسر وكل أسئلتها كانت ما في تصحيح فعل وضع دائرة فقط أسئلة ري رايت طبعا لما إيجا أسئلة اللي هو موضوع اللهم صلى الله عليه وسلم محمد موضوع الضع دائرة كان نفس مبدأ الري رايت كان نفس مبدأ الري رايت بس إنه جمل وعليها اللي هو أسئلة وهلا إن شاء الله سنشوف مع بعض جملة رقم واحد بيقول للطالب في عنا بهذه الجملة كلمة ذات بس خلينا بالله نعدل الخط لأنه شوي يسمكه كبير اتوقع أستاذ يزن كان قبلي الله يهديك يا أستاذ يزن ما لك مكبر الخط ونكتب بالأحمر أفضل بحس إنه يعني أوضح على التصوير تمام people believe that بيجي بيقول للطالب في عنا believe هاي من أفعال اللي هي الامبيرسونال باسف أفعال الكلام والنقل في عنا كلمة ذات بيقول يعطيك العافية هاي امبيرسونال في عنا طريقتين طريقة تبدأ بكلمة it أو الاسم الموجود بعد كلمة ذات eating amounts هايها موجودة نازلة هون يعطيك العافية خلص هاي قاعدة impersonal على الطريقة الثانية بسم الله believe verb one أستاذ محمد قلنا في الامبيرسونال باسف فيرب one بنضيف از و ام و ار بس بيجي طالب يقول لي هاي أس الجمع بقول له اصحى يا ماما بلشت بجرند ing وهاي مهمة جدا ومتكررت بالوزاري كثير ing مع اسم جمع دائما يعامل معاملة المفرد هذا الحك نبهنا عليه في قاعد impersonal باسف وبالتأسيس مباشرة بتاخد is التصريف التالب من believe believe الآن بنحط كلمة to هلا هذا الاسم شطبنا بنروح الفعل دايما بيكون بعدين reduces ورا كلمة to يلا نعمل refresh ودايما بيجي فعل اش ماله مجرد reduces شو بتصير reduce the risk of heart disease يعطيك العافية خلص تمام يعني كل شي قبل الاسم اللي نزل باي باي مع السلام جملة اتنين how can I get طبعا هذا كله 2016 ولحد ما نوصل ل2021 حتى ترتيب الدوسية مختلف عن جميع الدوسيات يعني الحمدلله كنا الصباقين وراح نظل الصباقين يعني ايش بيختلف يعني لما تشتغل الموضوع والناس بعديها تيش تاخذ الفكرة اكيد مختلف how can I get could you tell me يعطيك العافية هذا indirect question wh wh how اسألت الوزارة بتنحلش أستاذ can I فعل مساعد ما فاعل عكس I can get to queen alia airport by public transport وحكيتها alia هي عالية بس بتذكر لما كنا نسافر على الخطوط التركية للطيار يحكي queen alia هيكم بيحكوها لأتراك هي عالية تمام how I can get جملة الآهات بال2016 في جملة indirect questions do you know يعطيك العافية هاي المؤشر yes or no question والدليل على ذلك بلجت بالفعل as أحد عائلة البين مباشرة بنحط كلمة F شو مباشرة بنحط كلمة F وإذا مش عاجبك F بتقدر تحط weather الثنتين صحيحات ولكن خلص F أريح is there الفاعل there في مقام الفاعل there is كمل الجملة a connection ok between the amount of dv لنهاية الجملة أستاذ في الامتحان نكمل نقاط الله يكتع شرك شو إنك ذكي لا يا حبيبي بتكمل الجملة كاملة عشان بحل أسرع question number four هانا عينة بال2016 صيفي هاي عكسي وحسا بحكي شو الدليل عكس على الطريقة الثانية والعكسي شرحنا doing regular exercise is believe two في عنا is وفي عنا believe verb three وفي عنا two يعطيك العافية يعني هاي جملة جملة impersonal passive جاهزة عرفناها من كلمة two من ترتيب الجملة أستاذي هس إحنا علمناك أربع خطوات إلها وهنا حال لك أول خطوة دين أول شي حاطة الفاعل اللي كان مهدوف people عنا أول إش بتحذف ال is بترجع الفعل لأصله لما تحذف is شو برجع الفعل verb one believe شو بترجع believe هاي يمجهزها خطوة ثانية بنحط كل مدات إيه هذا أول خطوة ثانية عملهم آه والله الخطوة الثالثة بتنزل الفاعل الموجود ببداية الجملة اللي هو قبل الفعل المساعد مين الفاعل doing regular كاملتان مش doing لحالها ولا regular لحالها ولا exercise لحالها كامل doing regular exercise رائع ممتاز ذلك بنزل الفاعل كامل doing regular exercise لو كان كلمة بنزل لو كان أكثر من كلمة بنزل فذاك احنا دائما قبل الفعل المساعد هذا بيكون الفاعل تو بتحذفها باي باي مع السلامة هس كليش بتطبق قاعدة present simple يا verb 1 يا verb 1 plus s or es doing بصدر ing يعني يعامل معاملة المفرد reduce شو بتصير reduce وكمل الجملة ويعطيك ألف عافية عكس الحل هاي impersonal عكسي طبعا impersonal عكسي ورد مرتين مرة هسا واتوقع مرة بال 2020 بس جملة خمسة are the students allowed استاذ يعطيك ألف عافية do you know يعني هاي قاعدة indirect questions yes or no كوششش شو بتحط أول خطوة اخ are students اعكس students are استاذ شو هالقاعدة allowed to navigate لنهاية الجملة يعني عن جد إشي مصخرة question number 6 they assume that يا حبيبي استاذي في عنا من أفعال النقل assumed وفي عنا كلمة ذات ونبلس الجملة بكلمة it يعني impersonal طريقة أولى تافهى assumed verb 2 قال لي أستاذ محمد ده ما يكون verb 2 في عنا it مباشرة شو بنحط was تصفتاتنا assumed assumed زي ما هي كمل الجملة بدون أي تعديل that the last olympic games were a great success وذي طبعا فاعل مع السلام تافهى والله ما فيها إشي question number 7 does the bell ring اللي بقول لك أسئلة الوزارة صعبة اللي بقول لك أسئلة الوزارة ما إلهاش حل والله قاعد بكذب عليه والله أسئلة الوزارة يا جماعة أسئلة جدا طبيعية بس بدها واحد إيش مخمح does the bell ring at night or half past ten 8 سوريا تمام حساب يجي بحكي do you know يعطيك العافية هذا السؤال غير مباشر بلش بإبارة does does yes or no question yes or no question بنقدر نحط F بس الأستاذ في عنا بالسؤال wither طب أستاذ بس دعطيك معلومة في الوزارة اللي كتب F أو كتب wither الثنتين كانوا صحيحات وأخذ علامة كاملة بس إحنا منيجي بنحكي في اللغة الأضق wither بلكن بس في امتحان اعتمد الثنتين هاي بدل هسا بين الفاعل والفاعل المساعد الفاعل the bell ونبهناك the للتعريف لازم تنزلها كاملة مع الاسم the bell الجرس حسنا لما جيت أنزل does حكينا باجع الفعل من الفعل حباي برنج رنج شو بتصير rings at 8 or half past 8 وعلم تستفهم ذلك هنا فكرة السؤال أو الإشي الموجود إنه عائلة do with does with did إذا كانت كفعل مساعدة قبل الفاعل يتم حذفها لما تحذفها إذا do بتحض verb on base إذا does verb on plus s or es إذا did version question number 8 من 2007 عصيتي experts have proved that يلا يعطيك العالم في فعل الفاعل prove فينا كلمة that ومنزل eating fresh vegetables كاملة خلص يعطيك العافية هاي على impersonal طريقة ثانية أستاذي في عنا have وverb 3 قل لي أستاذي محمد لما يكون في have وverb 3 بنزل ya has ya have مع been eating ing طلع هاي فكرة ing رجعت تكررت شو تعامل معاملة المفرد has been رائع proved بعدين منحط كلمة to هاي ضيفة على الجملة هاي ضيفناها تفضلي وراتو شو لازم يجي verb 1 based eating fresh vegetables هاي راها تنزلك تيجع وراها مين الفعل حبايبي is ما الفعل المجرد من is اعطناك كثير في المادة is وام are be good for stomach اوكي تمام مباشرة اتفقنا اتفقنا to be has been proved to be مباشرة يعطيك العافية يلا جملة 9 2018 شتوي what can't we could you tell me indirect question نزلها what can't we اكس فان المساعد مع فاعل we can't bring into the plan يعطيك العافية شو الصعب مع بعض خير بقول لك والله الاسئلة بتدوخ والله انت دايخ خلقة بدون اسئلة دايخ my english teacher says that english clubs are essential for learning english well استاذ محمد نزل english clubs هاي بعد كلمة ذات وفي الفعل says ممتاز english clubs مباشرة عنا verb plus s قل لي صد محمد verb or verb s الاضافة من is am r english clubs جمع انتهت بأس الجمع عن ديت الانجليزي r تصيف تات من say said بدأ منحط كلمة to ورات حبيبي بفعل اش مال ومجرد بتجيبها بعد english clubs مين الفعل المجرد r شو المجرد من الاسئلة الوزارة والله لا يريحك والله لا يريحك يا جماعة question number 11 how can i fix this smartphone could you tell me how could you tell me موجودة تحد استاذ how بتنزل can i اكسها i can والله اسئلة تابها fix the smartphone يطيك العافية فو الماك لو كان السؤال علمتنا لو كان السؤال الارباب تخذه يلا يما question number 12 linguistics have approved that learning some languages is helpful for the learners ممتاز في عنا كلمة prove وفي عنا استاذ محمد بعد كلمة ذات منزلها learning some languages والله لا فرجيكنا هاي اختها اخذناها learning some languages نازلة في عنا have verb 3 قال له استاذ محمد have verb 3 بن نزل ya has ya have مع been learning ing مصدر بتوقد has been ممتاز ورا has been بيجي verb 3 شو الverb 3 من prove زي ما هي الآن في عنا ضيفة شو الضيفة 2 ورا 2 بيجي الفعل المجرد learning some languages شو الفعل المجرد من is be helpful يعطيك العاف شايف هاي هاي تركز بالله معي has been approved ing مع اسم جماعة بالله عليك يما هاي ما هي أختها experts have approved الفعل نفسه have approved that ing مع مصدر وعنا الفعل is استاذ استاذ وانا حالها بايدي ما المانع بكرة لما تيجي في الامتحان أرجع أحلها شو اللي بيخوف والله ما في اشي بيخوف بس انتو حاطين بينك وبين الامتحان هاجس مش منطقي دير بالك بدك تحل بدك تتعب زي ما أنا بتعب معك بدك تتعب جملة 2019 جملة وزاري وموجودة في الكتاب وكل سنة كنا ننبه عليها ونقول للطالب دير بالك منها حرفية من الكتاب how much sleep do teen ages of our age need الطلابية بيعرفونها بالكتاب could you tell me بننزل أداة السؤال كاملة how much how money how often how long هذول أدوات سؤال كاملة how money نزلة ممتاز حكينا يا جماعة أي إشي قبل الفعل المساعد أي اسم نزله زي ما هو how much money how much sleep هون هاي مش فعل هاي sleep معناها كم كمية النوم هاي حكينا بالشرح بتنزلها زي ما هي الآن بتباشر شغلة do teenagers أستاذي مين الفاعل teen هاي جرز ممتاز لما جيت أبدل شو تلعبوا الجهي do do with does with dead شو حكينا بنعمل فيهم إذا كانوا أفعال مساعد نهدفهم لما ده اهدف do شو بدك تحط فعل مسائل اللي هو فعل verb one sorry of هل هي الفعل لا بنزل of هل hour فعل لا صفة ملكية هل الh فعل لا عمر من الفعل يا ماما need need شو بصير فيها بتنزل زي ما هي لأنه نبيدي verb one كما هو هاي بتنزل زي ما هي أختها في الكتاب في الاكتيفتي موجودة how much sleep does teen ager بدل ما يخليها جمع خلاها مفرد need لما تحذف does بتصير needs شو بتضيف على الفعل هاي بس قصص لطيفة رائع ومباشر جملة 14 teacher believe that working in groups improves the students awareness أوكي تمام استاذ محمد في إنا believe فإنك المدات ومنزل لي working in groups يعطيك العافية impersonal طريقة ثاني 2019 believe verb one ya is ya am ya are ing شو بنعاملها مفرد والله هدا سئلة الوزارة مكررة طبعا believe شو بتصير believed فعنا ضيفة شو ضيفة 2 وره 2 فعل مجرد improves شو بتصير improve students awareness يعطيك العافية شو الصعب والله ما بعرف بس بقول لك الطالب بخاف يا حرام يا ماما يا حرام تخافش ما تخاف بس أذره 2019 سمر اللي هو 2019 في جيل 2001 people believe that the heavy rainfall cause استاذي في عنا that وفي عنا believe ونزلي the heavy rainfall sorry اللي هي المطر الشديد كان ممتاز استاذ بما انه نزلها بعد كلمة ذات يعطيك العافية هاي impersonal طريقة تانية believe verb 1 is وام وار عنا مباشرة مفرد شو بتاخد is نصيف ثات من believe believed الآن بنحط كلمته ممتاز ورطه استاذي محمد فعل مجرد هاي هاي نزلها فعل cause شو cause بتصير cause وبكمل الممتاز تاخد صح full mark هس هاي نحالة في الكتاب مش مطلوبة ليش هل أنا حكي شرحتها لطلابي ووضحت لهم ليش مش مطلوبة احنا كل الافعال مطلوب معنا في الشق الثاني انه جملة هي افعال مضارع او افعال في المستقبل بيجي مدل ووراها فعل مجرد هون يجي عندي فيرب 2 وإحنا حكينا إذا ورد فيرب 2 في الشق الثاني بدنا نضيف هاف مع الهاف فيرب 3 يعني بدلا ما نحط فعل مجرد شو بنا نحط هاف فيرب 3 يعني الحل الآخر وهو الاصح to have caused بس أستاذي لأنه بالكتاب ما في إلا هاي الحالة اللي حلها يصح واللي حلها يصح ذلك انت مطلوب منك ورطه وبيجي فعل مجرد تمام تمام question number 16 how much does the cotton shared cost could you tell me يعطيك العاف هدا سؤال غير مباشر وهذا كان الدائرة في رعب 4 علامات لأ 2001 how much نزلها رائع جدا نزلي الآن حبيبي اللي هو الفاعل does خليليها شوية عشان نبدلها وبنحذفها بعدين the cotton shared إذا كنتم تنتبه مش the cotton the cotton اللي هي قميص الكتن كامل the cotton هل شو أنا قاعد ببدل هي نزلنا الفاعل كامل مين الفاعل does do والdoes والdid شو بصير فيها بتنحذف شو بنضيف على الفاعل لما أحدف does بضيف as cost شو بتصير costs يعطيك العاف شو رأيك رائع question 17 وهو سؤال توقع من الكتاب أو إنه مشابه للكتاب what should I do on the day before the meeting ودايما بننبق عليه could you tell me سوال غير مباشر wh نزلها what should I يعكسها شو بتصير I should فاعل ما في المساعد هل هون بحثي في do أوعك هيفعل إيش مال هيا ماما رئيسي أستاذ كيف ده ميز رئيسي من المساعد حكينا في المادة الرئيسي بيجي بعد الفاعل المساعد بيجي قبل الفاعد خلص أنا عياري شفت فاعل وفاعل المساعد تبدل وكل شي بيزل زي ما هو what I should do on the day before the meeting هيك طبعا بجيك طالب ما أخذ المادة مش عنده أستاذ بعرفش عن مين بيجي بقول أول ما تشوف دو حذفها بيحذفوا في الامتحان بيصيروا بيجيب وكتاف يلا يا ماما كتافها هاي linguistics believe that learning a foreign language increases the awareness أتوقع هاي على فكرة مرة تدفوق أختها it is believed أستاذ هاي الجملة زيك عينها محلولة كيف يا أخوي محلولة أستاذ حاطت it وانت عندك believe verb 1 المفروض نحط is وورا ال is بيجي verb 3 وبعدين منكمل الجملة زي ما هي آه والله that learning a foreign language increases كمل أستاذ عن جد هاي جاهزة آه يعني لهالدرجة الوزارة هو لما الطالب قال تجيبي الوزارة بصولك أما توقعتش إن هتافها لهالدرجة غلطت فيها طبعا نتحلل اوثق بنافسك بدك ترفع ثقتك معي ما رفعتش ثقتك لا منا ولا من شغلنا مع السلام question 19 did she attend the meeting yesterday could you tell me ممتاز w actually is or no question yes or no question أستاذ محمد F واذا عاجبك تحط وذر بصير نزل الفاعل وانا قاعد ببدل شو طلعب وجه did bye bye ممنوع انك تنزلها attended هتصير تصريف تاني attended the meeting yesterday والله استاذ صعب بنحلش والله انت مخك اللي بده غسيل جملة 20 people think that success comes from hard work and learning from failure جملة حقيقية الناس بتتعلم او بتعتقد ان النجاح بيجي من العمل الجات والتعلم من الفشل وهذا واقع فعنا think وفعنا ذات يعطيك العافي نزل سكت النجاح سأل محمد think verb one yeah is yeah am yeah are النجاح مفرد شو بواخد يا ماما is تصيف تاد من think thought فعنا ضيفة مين الضيفة في الجملة 2 وراتو فعل مجرد مين الفعل comes شو الكمز بتصير come from hard work خلص 21 people believe that English is the most widely spoken language English فعنا believe فعنا ذات نزل English believe verb one is am are English مفرد شو بتاخد is believe يا حبيبي believed استاذ محمد باجي بنحط الضيفة مين الضيفة 2 بالطريقة الثانية فقط مين الفعل is شو المجرد من is والله زهقناها به كان داخلي بقول لك الطالب ليش برصب ترصب لانك ما بتضل ترصب لانك كنت مقصر ترصب لانك ما فتحت وزاري بدك تتعب والله يا جماع ما فيش بيش بالساهل جملة 22 are you going home after war could you tell me w actually is or no question شو بنحط f هك سؤال تغلط فيه بالامتحان والله انه اجران خلص خلص اللهم نجح كل طلاب التوجيه يا رب يعني تعطيهم الصبر وتعطيهم الرواقان انهم يطلعونا يعطونا كل شي بنية هسا شو في الدوائر هاي جت من جيل 2002 هاي جملة impersonal والدليل على ذلك يعني بيجيك الطالب مستهد انا مش عارف احدد في الامتحان الجملة على اي قاعدة والله انت مخكم صدي كيف مش عارف تعدي اذا في عندك believe وفي عندك ذات خلص خلص هاي impersonal لسنتنسويتش هايزا similar meaning بده الجملة بتحتوى على نفس المعن دقيق هسي بدعرف على الطريقة الاولى والثانية الخيار الاول في ات والخيار الثاني في ات والخيار الثاني في ات والخيار الرابع في ات يعني هيع الطريقة الاولى بحلها تطلعش هالخيارات believe verb 1 بدحط is تصريب تات من believe believe ونكمل الجملة كما هي ذات exercise يعطيك العاف اول جملة it is believe that exercise to make غلط لانو ضايف فيها كلمة 2 ما في تغيير بعد كلمة that كل شي بنزلزم هواي غلط اتنين it is believe that exercise make هسه هون makes ممنوع تعدل اشي غلط جملة ثلاث طلع كيف بستثني في الضع دائرة it is believe that exercise half made هون ضايف هاف غلط كل شي بنزل بعد كلمة that زي ما هو سعيت اصفة دي it is believe that exercise makes يعطيك العاف ما اجمل لك لما تكون شغال عن فهم مش بصين مش امسك لك كم ورقة اسمع الامتحان منهم اسمع والله ما فيش سؤال بطلع منهم وهو اصلا اسئلة بعرفش يكتب عيب do you know استاذ هذا سؤال انداريكت هذا السؤال انا بنسبة اليه سؤال فخم الجلال المعايدين في 2020 ليش؟ هذا سؤال انداريكت جاهز مش معطيك سؤال وبيقول لك بدل اه استاذ حس انا مبين من الخيارات انه مبلش بwh بما انه السؤال جاهز اول اشي بدى ادور على اشي فيه سبجكت ورا السبجكت الهلبنج اختصرناه بالhe or auxiliary verb تمام تمام لانه هذا جاهز حس السؤال العادي انا اعلمتك دايما بيجي helping verb بعدين سبجكت احنا بنبدله هذا السؤال جاهز انداريكت اول خيار where جاهزة بدي سبجكت or مبلش بفعل مساعد غلط انا بدي فاعل باي باي جملة رقم c where classmates are your غلط فاعل are your غلط انا علمتك دائما من ايام التأسيس صفة الملكية لما بدك تنزلها كفاعل او مفعول به لازم تيجي مع الاسم الوراها شو جابها هون غلط d where classmates your are غلط ليش غلط لانه المفروض مش classmates your لازم تكون your classmates صفة الملكية ما هالاسم صفة الخيار بي تعال نحللها where your classmates هايها صفة الملكية والفاعل هاي كاملة بتنزل هاي عبارة عن فاعل وبعد الفاعل بنحط الفعل المساعد مين الفعل المساعد ارو هاي وحط لك علامة تستفهم تطلع بي هذا السؤال الفخم حلل شوي بده يحلل شوي بسيطة بس مش اشي عظيم يعني مش لفوا دوران زي ما الطالب بصير يعتقد وينظر نظر نظرية المؤامرة وكسرونا ودمرونا حبايبي question 25 what should i do on the day before the exam the correct and direct question بقولك السؤال الغير مباجر الصعيح قبل ما تطلع what should i عكسها شو بتصير هاي اخذنا فوقها فكرة I should do اعمل فيها اش اوعا وانا فعل رئيسي يعطيك العافي انا بتستفهم could you explain هون حاذف ال what بطلع الغباء I should what غباء غباء استثني could you explain what I should do ايوه قوي هون صح طب ليش سي غلط could you explain should i do غلط طلع قال وين زدت ال what could you explain I what should ما شاء الله هذا مش انجليزي هذا مش انجليزي صف غباء يالله 26 people think that ثم solving mathematical وهاي اصلا جملة اختها في الكتاب keeps the brain active the sentence that has a similar meaning استاذي هاي جملة impersonal ده اشوف طريقة أولى ولثانية من الخيارات مبلشي كلها ب solving mathematical هايها هاي الفاعل كامل ممتاز قبل الفاعل خلينا نحلها بعدين نطلع الخيارات think think verb 1 بما انه verb 1 شبته اخد is لانه عندي ing تعامل معاملتي المفرد بصيف تاتمي think thought مستاذ محمد الان بنحط الضيفة مين الضيفة to الفعل keeps بدي يصير مجرد شو بنسوي بنجرده بشيل منه keep the brain active تعال اول خيار solving mathematical puzzle is thought لهون فيش مشكلة keep ناسين التو الثانية solving mathematical puzzle is thought keeps ناسين التو يعني غلطين c solving mathematical puzzle is thought to keep هاي صحيحة هاي تو هاي فعل مجرد هاي صحيحة ليش تدي غلط is thought to keeps غلط ولا تو فعل مجرد تمام question number 27 how can i irrigate my plants could you explain هال wh question بتنزلي الhow can i معكسها شو بتصير i can irrigate my plants مباشرة اخدناها في قطعة طبعا بصال بالفاصل الاول استاذي بدي how i can how i could غلط وانا محول الفعل ما بصرف الفعل how can i غلط how could i how i can هاي ها how i can فعل فعل هاي ها دي استرطب ليش الطلاب برسوا بالانجليزي خوفين بدرسوش وبعضهم بنغش بالمعلم جملة رقم 28 هاي جملة impersonal العكسي حكيت العكسي ورد مرتين هاي ورد تكميل 2021 اخدوشي exercise has been a proof to be هون الدليل فعنا بنت فعنا فيربي ثري وفعنا فعل مجرد فعنا كلمة two ممتاز استاذ محمد اول اشي الفاعل هاي من الزلكية هاي هون دحلها على جانب expert ممتاز اول خطوة نحذف البنت هيك علامتك في العكسي بنضيف has أو هاف فيربي ثري expert جمع شو بتواخد هاف تصيب الثالث من الفعل proved proved فعنا كلمة الآن بنحطها شو الكلمة بنحطها ذات هاي ذات ضفناها ظل اندي خطوتين نزل الفاعل الموجود في بداية الجملة مين الفاعل exercise ممتاز الآن بتحذفته زي ما ضفناها وبنرجع الفعل present simple شو أصل البي إز و آم و آر هيك بالفيرب وان صح؟ معنا ما كنا نشوف إز و آم و آر شو كنا نخليها بالعادي بي هسا البي رجحة إز و آم و آر exercise method is good for concentration أول واحدة experts had approved غلط أنا هاي طلع حلي أنا بحل قبل ما شوف الخيارات experts have approved الثاني experts have approved that exercise is good هاي صحيحة ليش هاي غلط experts have approved that exercise was غلط أنا بدي إز و آم و آر دي ليش غلط experts have approved that exercise is to be طلع شو بيخبص هون في طالب بيوصل لهون بيقول صح غلط حطوا لك to be good من وين جبت to be good ما بصبت ذاك ذاك تنتبه على التفاصيل في الضع دائرة 29 is it possible to learn a new language online the correct indirect question for sorry of the one above is خذ السؤال indirect question do you know بما أن is yeah yes or no question yeah if yeah whether بيش مبلش الجملة wither كل هن wither نفس ال if ما فيش فريق هسا is it تعكسها شو بتصير it is possible whether is it possible غلط whether it is possible هاي 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 حط الفاعل في البداية والفعل بعدها it was غلط لعنه رجع في الزمن خطوة لورا وهو عندنا هون possible was it هاي جملة جديدة غباء والله يا جماعة سهل بس بدك ايش لك تركز لك تتعاب لك تخطي براسك هدف ما بيجي النجاح يعني يعني استاذ بعرف الحصة نص ساعة 45 دقيقة 45 دقيقة 40 دقيقة دوسية الوزارة والله انا بمن له انا بمن له ما يكون عندي محاضرة ثلاث ساعات بس مجبور بدي اشي هاي جملة اخر جملة في القواعد تكميلي مويدين 2021 21 too much pastry affects health negatively استاذ لس انت ازعت هاز similar meaning كتو دوان above is استاذ مش فاهم هاي عايق قاعدة وانا مش عارف اذا مش عارف من جملة بتقدر تبينها من وين من داخل الاجابات استاذ الاربع جملة المبلشات بكلمة it وهاز believed في عنا كلمة that نكشفك يعني هاي بدي اياها الجملة impersonal اي طريقة ماما طريقة اولى ممتاز طب نشوف اول واحد it has believed غلا ليش؟ لانا احنا بال it اذا كان في عنا has لازم نضيف been بالخطوات ذاك هاي اكس عليها ثاني it is believed it is believed صحيحة that بعد كلمة that كل شي بنزل زي ما هو اذا بنزل كل شي زي ما هو الامور تمام too much pastry affects health negatively هاي هاي بيه ليش ثلاث غلا it was believed طيب اعتبر انه was اعتبر ان it was believed that too much ايوه هون مغير هون لازم تنزل زي ما هي هون حاطت that سايت هاي غلط لانه بال it ما بتغير ايش بعد كلمة ذات ثلاثة it had believed غلط لو انها هاد وهاز وهذا دايما بننضيف اول اشي بين فذاك هاي مباشرة غلط هيك بستثناء هيك باشتغل انا هدفي في الوزاري قاعد بعلمك طريق التفكير لاي سؤال جديد تيجي عليك في الامتحان طب هذا السؤال استاذ فيه اي سؤال معلم في المملكة الاردنية شرحوا لا بس انا دوري كمعلم علمك concept الفكرة كيف بدك تشتغل عليه طلابي حبايبي الان لو جينا على موضوع التكتس النصوص اللي وردت على موضوع الوحدة السابعة طبعا متى ما حكيت النصوص عشان ما نضيع وقت في حلها بيقدر طالب تضرب عليه لانه اصلا مشروحة داخل المادة وحتى لو مخد عندها يستاذ تقدم مباشرة تحلى بس تتركد من الإجابات اللي هو total emergent اللي هو الانغماس الكلي هاي القطعة الأخيرة في الوحدة السابعة ويجت في الوزاري في عام صيفي معيدين 2019 جاب لنا اللي هو كمان how to revise for exams هايها كمان جدا تسهلة وحتى اسئلتها بسيطة وبعد هي بس اني ايجا قطعتها قطعة اللي هو تعلم لغة أجنبية وقطعة التعليم في الأردن كقطعة كاملة ما وردت فضاء دائرة لانا نيجي معطينا الفقرة زي ما تعودنا دائما نقرأ السؤال بنحل مباشرة هذا بالالفعين وعشرين صيفي معايدين the two decisions اللي هم يقرارين that students have to make لازم الطلاب يعملوهم before arriving قبل وصولهم to carry out a course قبل ما يأخذوا هذا الكورس في الانغماس الكلي أو في هذا المركز شوهم نرجع بالله الفقرة لما يحكي عن the decisions تمام you have to determine لازم يتحدد two things شغلتين before attending a course at external english هاي في شغلتين لازم تحددهم يعني هم نفسهم القرارين هم الشغلتين the duration of the course اللي هي مدة الكورس لو مش عارف مدة مش متفرقش معين you wish to attend and يعيش بتدلع التكرارين هاي النقطة الأولى وهاي النقطة الثانية the nature of the course whether academic or vocational هاي الإجابة تنساش ممكن أعطيك واحدة وأغير الثانية وتكون غلط فذلك تنتبه على الخيارات أول خيار joining a small group ولا واحدة من الثانتين غلط the duration of the course نعم احنا ذكرنا the duration هاي بالأولى والثانية والثالثة آه هاي هون الثانتين صح the nature صحيح بدأ شوف مين الثانتين بتجمع الثانتين صح the duration of the course they like to attend and its nature اللي هي كمان طبيعتها نعم هاي الصحيحة هاي اللي هو ذكر هاي تعان شو the duration of the course you wish to attend and the nature هاي خلص مباشر اللي هي الفرع a أو بيصل طب ليش في غلط the duration of the course and joining students of a similar level الأولى صح وهاي غلط الثالثة the nature of the course هاي صحيحة they like to attend and the apartment to live in هاي غلط ذلك انت بدك تتركز انو السنتين لازم يكونين صحيحات question number two جدا سهلة من التعليم في الأردن our country has a high standard of education بيحكي لك Jordan has a high standard of education because الأردن له مستوى عالي من التعليم because بسبب وحكينا هنا this is mainly due to اللي هي معناها يعود بسبب زي كلمة because يعني السبب هنا to the fact that the government considers education a necessity هاي ها بدأدور على هاي أول واحدة pre-school and kindergarten education is optional ملهاش علاقة بالموضوع التعليم هنا أساسي ملهاش علاقة بالبحثين schools are the responsibility of the ministry of education غلط c students enter university for higher education غلط education is considered هاي ها الفعل نفسه التعليم يعتبر as the essential requirement خفص أعطيك العافة فيها كان دليل كمان استفل الخيارات كلمة consider اللي هي تعتبر هون استبدل كلمة اللي هي نسيستي ضرورة ب-essential عادي بس هنا من كلمة consider من كلمة الخيارات هاي هي اللي بتدل عن الحكومة بتعتبرها بهذا الشكل أعطيك العافة question 3 how to revise for exams بيحكي لك هاي بالتكميلة 2021 that the writer الكاتب recommends أوصى انه ناخد frequent breaks استراحات متكررة when revising for the exams as تعال نشوف ليش بناخد هاي الاستراحات لو جينا قرأنا I would also recommend studying بعض اصحة تدرسة كل ثلاثين دقيقة وبعدين تأخذ break ليش انه concentration starts to degrees ببلش يقل التركيز so frequent breaks الاستراحات المتكررة بتساعدها انه الدماغ يرجع يتعافى and concentration to retain تعال نشوف الخيارات اول خيار memory is at its best طب لو انه المذاكرة بافضل خياراتها هل انه بناخد استراحات لا attention degrees after 30 minutes التركيز بقل بعد ثلاثين دقيقة نعم and then taking sorry it has been approved that concentration هايها starts to degrees يا قل وهي هون ايش لنا كلمة degrees الانجليز شو معناها يا قل التركيز بقل بعد ثلاثين دقيقة وللعلم كلمة concentration بالكلمات بنحفظهم انجليز انجليزي مربوطة بكلمة attention يعني ما جابلك كلمة جديدة attention increase طب ليش هاي غلط انه هاي فيها increase increase شو معناها يزيد هل التركيز بزيد طبعا لا concentration is at its best اكيد غلط ذاك التركيز شو بصير فيه ببلش يقل اصلا المدة ثلاثين دقيقة كواصل نمبر 4 ايضا من التعليم في الأردن اللي هو which means providing skills and education that prepare a student for a particular job اللي هي معناها vocational مهن يس اللي هي بتدل على الوظيفة particular job اللي هي على ال vocational جملة خمسة اللي هي ايضا من revising for the exam or how to revise for exams بيحكاك when revising for exams it is better too لما انت بتراجع للمتحانات شو الافضل follow different order of subject everyday هو وصة انه نضل نغير بالمواد اللي هي ايه طب ليش بيه غلط revise English before any other subject قال راجع انجليزي قبل المواد ان شاء الله الطلاب بنجنه c follow the same order of subjects everyday تتبع نفس المواد لا فوكس on only one subject لا هو هايو الدليل على حكيو لما حكى the first thing i would do is to draw up a revision timetable look at all subjects you have to do and work out when you are going to work on sorry on each one it is a good idea to change the order of subjects in your timetable for each day بضل تغير بالمواد فذاك هي الاجابة ايه اخر دائرة question number 6 بيحكي لك اللي هي after completing secondary education in Jordan اللي هي هاي موضوع التعليم في الأردن بيحكي لك the text indicates that النص بيحتوي يعني هون زك انو بيدو ملخص الفقر بعملها سكان سريع بعد ما تخلص المرحلة السنوية بتروح على public university or private university a large number of them choose to study these institutions اللي هي هاي المؤسسات as well as foreign students من جميع انحاء العالم في طلاب حابين يكملوا دراستهم وهم working شو بيسجلوا حكينا بالonline online distance learning programs in the future this option will become available in many other universes استعال نشوف الخيارات اول واحدة all jordanian universities have online distance learning programs غلط وايش قالك قالك in the future this option will become available بالعديد من الجامعات مش بكلها اصلا attending online distance learning programs isn't a possible option in Jordan لا متاحة ايو قالك في بعض الجامعات متاح غلط لو انه كان is بدون isn't بتصير صحيحة online distance learning programs are a solution for learners who have jobs هو حل للناس اللي عندهم ايش وظائف working jobs شو معناها وظيفة سي jordanian universities never consider distance learning as an option in the future مش راح يستعملوه في المستقبل اكيد غلط never شو معناها بتدل عنا فيه باي باي فاذاك اجاب تكسي شو الصعب والله ما في اشي صعب بس بدنا طالب بنعيده منكرر جدع يدروس يدير باله اوكي تذكر دائما the distance between what you want and reality is called action لك تذكر دائما المسافة بين الاشي اللي انت بدك ايا والاشي اللي انت اللي هو بتسعى اليه هو اشي واحد اللي هو موضوع الاكشن انك تأخذ فعل وحدث في طالب يقول اكسرات انا والله حابة بجيب 95 وقاعد قاعد قاعد رح يجي 24 ستة ويوم الامتحانات ويمكن السنة الجاي والسنة البعدية الطلاب زيه كثير ومو مش دارس بالاخير يرصد في طالب قام وقف وقال انا بدي اعمل اشي ومن هون لشهرين رح تلاقي قلب المعايير كاملة انت بتحتاج بس انك تأخذ خطوة خد الخطوة الاول عشان تمشي ان شاء الله انتوا قدها الفوكابس اللي هم المفردات طبعا كل هذه الخاصة بالمفردات سبعة لا بجيب لك في الامتحان كله خاص السبعة بس عشان ايش بس سبيت لك كلمات كامفالسري اللي هي الزامي اللي هي معناها طالب جامعي باكالوريوس كلكم ان شاء الله سنتجاي بدا اسمع انكم اللي هي بس بيحدث اختلاف تمام ديتري اللي هي اشي متعلق بالحمية الغذائية من الديت انه عناصر او ما شابه ديهايدريشن جفاف ميك هاي اكيد رح تكون متلازمة تمام اونلاين ديستانس ليرنينك تعلم عن طريق الانترنت ميهاني بيجي طالب يقولي اول ما شفت درو اب هاي مربوطة بدرو اب تايم تابل هاي كاللوكيشن يعني هان رح يكون فيه بجملة فيه تايم تابل وبختار درو اب ايوه هيك دي واحد قوي يكون عارف شو فيه بالمادة ان جوردن بري سكول عن كيندرغارتن از اوبشنال التعليم في الروضات وما قبل المدرسة اختياري بس البيسيك ايديوكيشن التعليم الاساسي والالزامي از فري هو مجاني وايش ماله الزامي هايها اول واحدة اول كلمة جملة اتنين سيينتيفك افيدان شوز ذات سم فراغ سابليمتس ار بنيفيشل فور هيلث بعض العناصر بتكون مفيدة للصحة هل هي الاندرغراديويت لا هل هي ميكس اديفرانس يحدث فرق لا هل هي ديتري اللي هي اشي متعلق بالحيمي نعم هي انسب واحدة هل هي الجفاف انها مفيدة للصحة لا هل هي الانلاين دستانس نيرميك لا بس تثني مباشرة جملة كواتش نمبر ثري من 2016 صيفي انه حمس الجميع خلى الجميع يشارك شارك في السمينار اللي هي معناها الندوة هاي بالوحدة العاشرة بس عندكم الان محذوفة الله عنا من السنين الجاي رح تكون محذوفة وللأ الوحدة العاشرة سبا حجي بحكي لما شارك في الندوة شو عمل هاي راحت هل هو طالب جامعي لا هل هو makes a difference عمل اشي مختلف وكمان activates اللي هو نشط الناس اللي كانوا موجودين عم makes a difference اوكي تمام هاي انسب واحدة جملة رقم اربعة هاي جملة كتاب تافها it is important to drink a lot of water in order to avoid لازم تضل تشرب ماء لتتجنب شو بدك تتجنب؟ وينها؟ وين الديهايدراتين؟ بما انو في اشعني الماء اكيد ديهايدراتين هاي هي رقم أربعة بس موجودين تحت في الإجابات خمسة students need to فراغ أستاذ مش time table حكيتلنا مربوطة بالكال location draw up هون اضاف كلمة ريفيجن مراجعة بديش يكمل الجملة هاي تافا وين بدهم يسجلوا الطلاب online distance learning جملة رقم سبع جملة رقم سبع جملة كتاب على موضوع اللهم استاذ محمد هو موضوع المتلازمات if you send money to charity you will a difference انا حافظها أصلا أستاذ بيجي محها make يعني بدون ما أشوف الخيار يعني أعطاك الجزء الثاني بس عليك تعبيها بس لا أعرف ماذا برصة would you prefer to do an academic تاخذ اشي اكاديمي ولا اشي مهني وكيش صح ولا لا صحيح question 9 my brother have sorry my brother has just left school now he is a university أخوي تخرج من المدرسة الان هو ايش university undergraduate اقبالكم جميعا ان شاء الله طالب جامي جملة 10 أو 11 اللي هم يضع دوارة يلا يا حبايبي تضع دوارة جملة رقم 9 ايها قال لنا فراغ is very important you should try to eat as much fresh fruit لازم تأكل فواكه و vegetables هل هو الجفاف كثير مهم؟ لا اوعاك nutrition هل هي التغذية كثير مهمة ولازم نأكل فواكه و vegetables صحيحة الدورة الدموية تمام بس هنا مش عاطل blood أصلا بينفش الأكيد غلا واصلا بداية الجملة دايما لو بدي حيلها على الاشتقاق باجي بحكي لنا فعل وقبل الفعل فعلنا فراغ مباشر هندي يكون في عنا اسم والاسم صفه اول ثلاث خيارات هاي غلط لانه AL وبالمعنى ما رح تصف عنا الى nutrition هلأ في بعض المعلمين بضحقوا عالطلاب بقوله انت بأي لحظة بتقدر تحلها عقاعدة الاشتقاق حبيبي هاي اعطيتك ثلاث خيارات اسماء اذا انت مش عارفين معاني تعونهم اللي مرض و المندلس احترفت حلو كشان ما اكذب عليك انا زلمي معك لآخر نفس سواء كنت طالب او طالبة بس بدا نتعب question 11 هاي معنى انهو الشهادة الجامعية الاولى زي حالاتي and is continuing اللي هم عم بيكملوا الماستر و الدكتورة اشو بنسميهم دول post graduate الله يكون ابعونهم جميعا ودعولي الله يكون عينبعوني على الجامعة يا رب replace the underlined monsieur discollocation هاي وردة 2018 استبدال مصطلح الخاطئ استبدال مصطلح الخاطئ بالجملة اللي محطول تعتيقها if you send money to a charity هاي اصلا جيت باملاء الفراغ طلعوا هاي جملة كتاب كبرة اجت you will do exercise غلط يا حبيبي شو بدك تعمل رياضة لما تبعط مصاري لا لما تبعط مصاري بتغير بحياتهم makes a difference هاي اللي هي هون سؤال رقم 12 هاي make a difference you will make a difference هاي جملة كتاب ارجعك الف مرة كنت تحكي جملة الكتاب هاي المواضيع مهم جدا question 13 استبدال مصطلح الخاطئ في الجملة التالية بالcorrect one the deadline is tomorrow هاي جملة كتاب ايضا and you haven't done anything yet you really must do exercise واحد مش عامل اشي بنقوله اعمال رياضة اكيد لا بنقوله make a start شاني make a start تخد خطوة بلش begin هيك ما انا طب استهد بوضبط احط begin لا يا حبيبي بتحط اللي make a start اتفقنا اتفقنا هيك يا ماما الوحدة السابعة شو بتكون كاملة فعنا شك كل الوزارة فلطنا انا مش جايبلك متحان الوزارة خلص هسا بدنا نطلع بدي اطلع من اشي اسم انجليزي طب التطب باذن الله عز وجل يعطيكم الف عافية الغاية وحدة والهدف واحد هو الفل مارك باذن الله عز وجل شدوا الهمة وان شاء الله اللي بستناكم عظيم جدا دائما ما خاب قلب رجى الله عز وجل ودائما ضلك استغفر سبح كبر هلل وانس قلبك بذكر الله عز وجل لكي يكون الونيس والمعين ولكي يكون العظيم ولكي يكون الجبار والجبار هو من يجبر الخواطر طلح السمه بالعظيم يجبر الخواطر وانت كمان كون جبار للخواطر بابتسامة بدعوة باشي لطيف في حياتك ما تكونش فض غليظ القلب عشان الناس تحبك وتكون دائما معك يعطيكم العافية الله بي طالباتي يعطيكم الف عافية بارك الله في الجهود والهمم حلينا امتحان للوحدة السابعة لأسئلة البوزر من 2016 وهم واحد وعشرين وان شاء الله الان بكبير في امتحان اللي هو الصيف في الجيل 2003 عشان يكون الفيديو كامل ومتناصف زي ما عودكم للوحدة السابعة الآن نيجي على أول سؤال وهو كان جميل سؤال استفتاحية لامتحان جيل 2003 للنظاميين يعني اشي جدا بطير لي بقولك ليش أحطم المعاني يقول له الله يسهل عليك لأنك أهبل وحابب تضيع أربع علامات الكلمة اللي بتعني اللي هي في أكثر من لغتين بلا أي شك من السيميولاتر جهاز المحكام ولا المشاركين ولا التجربة الكلمة مالتلينجول اللي هي معناها متعدد اللغات من أشهر الكلمات في قطعة اللي هي تحدث لغة أجنبية بس الناس بي تقولك والله انبيحان صعب والله ما عادك صعب يا حج سؤال رقم 2 جاب لك فقرة من How to revise for exams هايها قل لك the question which is answered by the text السؤال اللي تجاوب عليه بواسطة هذا النظر طب اقرعه سريعا Look at all the subjects طلع لكل المواد اللي عندك وشتغل عليهم مادة مادة وغير في موادك for each day بلش بالإنجليش بعدين بالمس بعدين بالبيولوجي فأنا كان قاعد بنصح فيه كيف يبني جدول دراسي تعالي نشوف أول جملة Do you mind telling me سؤال الأول How I should write a schedule كيف أرسم جدول دراسي يس هي بتحكى عن كيف يرسم جدول دراسي طب ليش بي غلط Could you tell me what you mean by frequent breaks شو قصدك بالإستراحات هل هون حك عن الإستراحات لا طب يا أخي حلل مش عام الله C Do you know if it is too late to start revising now أنا متأخر عشان أبلش مراجعة مش قاعد بقوله متأخر ولا مش متأخر Could you tell me how much exercise هل إلو علاقة بالتمرين لا وباللي عارف الفقر وعارف محتواها هذا السؤال بيحكي عن رسم الجدول للدراسي خلصوا قال أحفظ الفقر أقول تحفظها حللها بتطلع معك مباشرة Question number three Could you tell me هذا سؤال غير مباشر واضح جدا إذا كتختار أداة السؤال المناسب يكمل This computer cost cost معناها تكلفة كلفة الكلفة دائما بلا أي شك بدأ how much مؤكد How كيف غلط شو كيف التكلفة whether استعمل الوجود or للتخيير who من هل هو بيسأل عن شخص How much this computer costs مباشرة ته Four What is the best way to open a speech The correct indirect question السؤال الغير مباشر اللي فوق صحيح شو هو Could you tell me هاي هجازة نزل الwh هاي what Is the best way شو بدك تخليها مباشرة نحط نزل الفاعل The best way تمام Is to open a speech تمام تعال نشوف الخيارة بسم Could you tell me what the best way to open a speech is تمام هاي ممكن تثبط لأنه هو اعتبر الفاعل كامل The best way to open speech مباشرة وحسا لو حط The best way is to open a speech بتصير بس هو اعتبر هاي كاملة الفاعل وحط الاسم بسيطة وحنشوف الخيار بيه هاي ليش طبعا هاي ليش دعت منها نضع وحط ونزلي الفاعل بعد ايش الفاعل المساعد Could you tell me what was هان شو رو حمل غير بالفعل غلط حتى بس من بد الفاعل مع فاعل المساعد ستيفني Could you tell me what the best way to open a speech وات شو هان عامل واس غلط ما بتتحولها هاي مش ما بتزمط لكن انت مباشرة بدك تدور عايشة فيه وحط وبعد ايها نزلي الفاعل لك هي هاي مباشرة ريس هاي بدا تقربطك لو ايجت the best way ممكن تحطها انت اس بس هو هون كان الفاعل تبرو كاملا the best way to open a speech تمام تمام question number 5 من المعيدين طبعا سؤال رقم ثلاثة واربعة وخمسة من الفين وواحد وعشرين ولكن المعيدين doctors believe that swimming strengthens muscles the sentence which has a similar meaning هاي طبعا بيننها جملة impersonal passive في انا believe في انا ذات يا طريقة اولى يا ثانية نشوف شو منزل ومنزل swimming يعني الطريقة الثانية طيب تعال حلها swimming believe verb 1 تحط is believe شو تصيف ثالث منها believe بعدها بنسلخ كلمة 2 وردتو فعل مجرد بعد swimming بشط بالاس من الفائل فقط strengthens swimming has been believed غلط swimming is believed to strengthen هايها B صحيحة C ليش غلط لانا محول هواز غلط D ليش غلط swimming is believed was خرب باستخبيص جملة كلها غلط تكون دارس فاهم امورك جدا سهلة وبسيطة و جميلة بإذن الله طبعا هيك خلصوا السئلة اللي اجوا على القواعد في 2021 في امتحان 2021 صيف يجيه ل2003 اجاهم اسهل قطعة في الكتاب على الفصل الثاني قطعة اللي هي education in Jordan التعليم في الأردن طبعا بعرف كل الطلاب يعني لو تيجيهم في أي جيل رح يطلعوا يزغرتوا طبعا حاطت علي اسئلة ومش بس هيك اجت كمان 2021 صيفي معيدين يعني اجت في امتحانين امتحان النظاميين وامتحان المعيدين تمام طبعا نغير شوي بالاسئلة طبعا ياسم تقاربا ندخل على تاعة ال2003 وانت بتقدر تحل الاسئلة تحتها لنوصل صراح مش مستاهل بس في هاي الاسئلة اللي بس اتكد ما فيش اسئلة تانية على الوحدة السابعة بالأذن 22 بس العلما انا بتجمع لك من كل الامتحانات عشان بس تكون عصورا اعطاك الفقرة طبعا مش بصدد اني اقوض اقرأ فيها لانه الفقرة معروفة للمبلدنا الى مستوى عالي من التعليم من المدارس من الكندرغاردن للسكندري الاخري تمام صار رقم واحد ما هي الاربع او ما هي المراحل التعليمية الطلاب بروحوها قبل ما يعملوا الشهادة الجامعية الاولى قبل ما نروح على الجامعة شو بنعمل فانا اربعات مراحل تعال يا حبي بالفقرة الاولى وهذا سؤال في الدوسية حرفي ارجعوا وشوفوا تمام اول مرحلة حكينا يا جماعين الكندرغاردن والسكندري هذول مرحلتين مرحلة رقم واحد ومرحلة رقم اثنين هذول مرحلتين اللي لازم الطالب يروحهم اللي هم الكندرغاردن اللي هي الروضات بالاضافة عندنا المرحلة الثانوية وفي عندنا كمان 10 سنوات فري هاي كان تعليم الزامي تمام اللي هي هاي اللي هي موضوع التعليم الزامي اللي بيكون عنده وبالاضافة بتقدر تحكي 2 years of secondary education اللي هم السنتين للمرحلة الثانوية هاي اضافة كانت في القطعة اوكي وبعد هيك بروح على اللي هم الـ اللي هو بروح على التعليم العالم 10 سؤال رقم هاي هم بري سكول عادها مع كندرغارتن كمان ما في عندي مشكلة بري سكول و كندرغارتن و 10 years of free compensary education و 2 years of secondary education طبعا هسا هو ليش فصلهم عن بعضها صب صراحة هو الروضة ما هي الـ بس هو اعتبر لبري سكول اللي هو كمان في عندك هاي مرحلة 3-4 سنوية ممكن نحكي الحظانة او ما شابه وفي عندك كمان كي جي 1 وفي عندك كي جي 2 بعدها بتروح على موضوع اللي هو المدرسة فإذا يكون أربع مراحل pre-school, kindergarten, ten years of free compulsory education, two years of secondary education هاي أربع مراحل تروح عالطلاب قبل الجامعة أول ما يعملوها. سؤال اثنين call the sentence. قتبس الجملة بالدل لا إحنا مش هاي اللي هي عشان ما سمخربطش إنه وجدت الفقرة مرتين حكي ناشن روحات دور معدين بس عشان ظلم كاملين Jordanian Universes اللي هي الجامعات الأردنية في الأردن بتوفر للبوست 3 different degrees. ثلاثة شهادات ممكن يحصل عليها. ركز في post-graduates. نعم يا حبي ستيطالي بقول يا حسن بدون ما شوفني حكينا master's degree وعيننا PhD وال higher diploma. بقول الله يعطيك العدل بقول ما هي هاي أشهر قطعة في العالم يا أستاذ محمد. صح ولا لا؟ تمام؟ بوست-graduates studying for master's degree PhD higher diploma. هاي سؤال رقم اثنين والله ما بعرف كم علامة كان عليه لأنه ناسي بس يعني مبلغ من العلامات سؤال رقم ثلاثة Y. شاني Y لماذا؟ ليش الأردن عنده high standard of education شو السبب اللي يخلى الأردن يكون عنده high standard of education لما ايجا قل لك هون Our country has a high standard of education this is mainly due. هذا الشيء بسبب. شو هو fact the government considers education a necessity. هذا سؤال رقم ثلاثة. والله أبو بقول لك أستاذ صعب. صعب كثير. الله منابك الصعب. سؤال رقم أربعة. what do the underlined where is this option refer to على من يعود الضمير المخطوط تحته اللي هو this option. أتوقع لهو موجود آخر إش بس احنا شكله مش حاطين عليه الخط تمام. هايه هون. بس مكتوب. بشيول صعر فيه غلط شكله في الطباعة. تمام. this option will become available. this option. أوكي. تمام. this option هايها موجودة هون جماعة. become available to many other universes. تمام. شو هو this option. اللي هو أنه هو خيار هذا يصير متاح. وقاعد بيحكي عن the online distance learning. التعلم عن طريق الانترنت. أو هي to enroll into online distance learning programs. ويوم اعتبر أربع خمس إجابات صحيحة. أي شيء دل على the online distance learning. أخذ بطالب الإجابة الصحيحة مباشرة. وسؤال 5 critical. it is that you. قال. studying abroad. الدراسة في الخارج ممكن تساعدك في ديجري أكثر. think of this statement. تفكر في هاي الجملة. واللي هو ودي بيّن وجهة الضرق. سؤال critical. الإجابات مفتوحة. ممكن تبيّن مدى أهمية الدول اللي بره. ممكن لما تدرس في دولة شهادتها international عالمية. ممكن كمان تستفيد خبرات أكثر. يعني تقدر تضيف أي شيء له علاقة في موضوع critical. طبع الفقرة نفسها. عزت في الصيف المعيدين. فيه كمان أيضا لحسة أسئلة بتقدر يعني تحلهم وتشوفهم. ويعني الموضوع كثير بسيط وجدًا جميل. يعني تخيل عندي هاي سؤال كوتك تبس جميل بالدول. في عندي مجموعتين من الـ students who study at the Jordanian universities. فيهم الطلاب الأجانب والطلاب الأردنيين. موجودة وواضحة. تخيل هذا. رأي أكتب اسمي اسمين للجامعات الأردنية الموجودة عندنا الأردنية والبلقاء واليرمو. يعني. آه. واللي سؤالي. الشخص المنهش هات الجامعية اللي هي أشهر معنا في العالم. ويعني فقرة جدًا جميل. طبعًا علمًا ما جبهاش كاملة. وانا اتوقع شطب عن دقيقة بسبب الله يس ما جابش عن جامع الألمانية الأردنية. يعني خففها. آه. ما في إش صعب على الشخص اللي بتدروسه وبتعب. وربنا دائمًا يعني بيوفق وبيسر الأمر لكل واحد بيحط مجهوده في دراسته. بيحط أمام نصه بعينيه الإبداع والتميز. الله يسعد أبقاتكم. الله يفتح عليكم. خالص محبتي وتخبيري لكم.